أصيب من كان في السيارة من ركاب أو من الركاب أخوك الفلان بيفور شهتر شهتر أي فضر تي طبعاً بشكل عام بحب اللغات وطبعاً العربية أغرب غريبة أكتر شوية من اللغات العادية مثل فرنسي أو إنجليزي بتكون أكزوتيك شوية حدوة ومعلمة لغة عربية كم سنة إلك؟ صالي يمكن أربعة سنوات ونص أربع سنين ونص تقريباً وأنت كمان تعلمت العربية بالجامعة الهولندية؟ تعلمتها هنا في الجامعة تمسر دام وكمان في ماستريخت في معهد ترجمة وتعلمتها طبعاً في العالم العربي أنا وردة وأنا عندي 24 سنة وأنا مغربية ولكن مشي مش عربي ورفيع لماذا أريد عربية الأرابية؟ أريد عربية أجل أريد عربية الأرابية على وضع مثل القرآن وأنتم أرد من من يأتي في مرحبين وأنتم أن أريد من من يأتي في جامعة الأرابية أنت أعضي ما يلفش. درست اللغة العربية من سبتمبر في جامعات أمستدام سبع شهور. وليش عم تدرس العربية؟ إيش اللي يجذبك؟ كنت في العالم العربي في العام الماضي. في أي من الدول؟ أشتغل سفرت في المغرب كمان في المصر. وبعدين كررت أدرس اللغة العربية لأنني أريد أن أتعرف على الثقافة العربية. أنا أرى في العالم العربية. أنا أرى العربية موسيقى جميلة. إيجبتية موسيقى، لبانيسة موسيقى. لذلك أشتغل أكثر. أحاول أن أرى القرآن. ولكن هذا سيحقًا. وأحاول أيضًا من الأشياء التي أرى فيها. لذلك أفضل. لذلك أفضل. وخارج الفصل، هل تتعلم عربي إزاي؟ أشتغل في السوق في بايفرباك، وهناك إناس عربي كثير. وممكن أكلم بهم. أنت حاجة كويسة. نعم، نحن نبتدي باللهجة المصرية. فأول نصف السنة تقريبًا، نتعلم باللهجة المصرية. بالكتابة الهولندية أو بالحروف اللاتينية. من اليسار إلى اليمين. فبعد فترة، بعد 14 تقريبًا، يبتدي الضالب بالحروف العربية، ويتعلم الفسحة. ليه اللهجة المصرية؟ المصري مفهوم بكل عرب تقريبًا، يعني حتى المغربة بيفهموا اللهجة المصرية، والسعوديين كمان بسبب المسلسلات المصرية، أو بسبب التدريس بالمصريين بالعالم العربي كله. ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر